يذهب لالو لوبيز إلى ستوديو صغير في شانجهاي لإجراء بث مباشر ومهمته تتمثل في تعريف المتحدثين باللغة الإسبانية حول العالم بالمنتجات الصينية بدءاً من السراويل الرياضية المخصصة لركوب الدراجات وصولاً إلى المكانس الكهربائية أحب أن أتحدث إلى الكاميرا أحب أن أكون أمام الكاميرا أحب فعلاً أن أحلل المنتج لا أستخدمه فقط ولكن أحلله أتحقق من أقصى استفادة يمكن الحصول عليها منه ما هي النقاط قوته وضعفه أل سعره جيد أم لا أحب أن أحلل الصوق هذا الإسباني الذي يصف نفسه بأنه فنان ومنسق استوانات وناشط على يوتيوب هو من بين عدد متزايد من الأجانب الذين وظفتهم الوكالات للترويج لمنتجات صينية مباشرة عبر الإنترنت لتصل إلى مستهلكين خارج حدود البلاد عندما أتحدث أنظر إلى المنتج من خلال ثقافة وتجربتي فيشعر المشاهدون من بلدي ومن لغتي بأنهم أقرب لي سيتفاعلون أكثر معي وسيرون الأمر بالطريقة ذاتها التي أراه بها ووفق التقديرات تقترب قيمة قطاع التسوق عبر البث المباشر من 70 مليار دولار في الصين ما يجذب المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لاختبار المنتجات مباشرة على منصاتهم المترجم الثقذام لنشعر شكراً لا تشاهدون ال τηشرفة المترجم الآتماعي المترجم الآتماعي